طبعاً كان إني أختيرة اليوم في الأفضل وعمل المباراة دي كمان تحديداً على المستوى البدني تحديداً كابتن أسامة وحلاكتها تبقى أكتر واحد ممكن تتكلم في هذا الأمر كان بيجي لجارية مش طبيعية طبعاً فيه مباراة أدى فيها بشكل كويس وأيضاً فيه مباراة أدى فيها بشكل يعني مش كويس يعني فيه مباراة ومباراة لكن أنا بقولك على اللي كانوا محافظين على المستوى تقريباً في كل المباراة اللي لعبوها إنني فترات وفترات طبعاً بنبارك له إنه هو اختير في 11 لعب الأفضل في كاس الأمة الأفريقية لكن تعالى بقى للشق أنت عملت الشق الدفاع بشكل كويس قوي لكن الشق الهجومي ما كانش بالدرجة اللي ترغى فيها ولذلك أنت برضو لازم تاخد بالك من الموضوع ده في الماتشات إن شاء الله ماتشين السنغال بتوع التأهيل ما كانش عندك في الأربع ماتشات الأخيرة الشكل الهجومي اللي أنت تقدر تقول عليه مطمئنله 100% يعني معظم العب على محمد صلاح معظم العب يعني أنا لا أنكر إن مرموش العب كويس ولكن في البطولة دي ما كانش موفق توفيق الكبير وده بيحصل هو الراجل اللي لعب يدوب لماتشين ليبيا وابتدي لعب الماتشات دي ما كانش موفق أنا برضو من نقطة اللي أنا واخدها أنا دي بس بيستغرب فيها برضو رمضان صبحي أولا هو مميز جدا في المكان ده ثانيا لما لعب ماتش الكاميرون نصف ساعة كان هايل برضو دي غريبة جدا أنا تستفهم إنه لم يستعام بيه في المباراة الأخيرة خالص فدي برضو من نقطة اللي كانت بالنسبة لي غريبة شوية لكن زي ما قلتلك الجزء الهجومي ما كناش فيه بالدرجة اللي يعني شكلك منظم مهجمان بالشكل الكبير لكن إنت كنت بتأدي الشق الدفاعي والمحافظة على قفل الأجناب والعمق واستماتة واستبسال غير طبيعي من حارسين المرمى والأربع مدافعين وإذا كان الـ 3.5 ملعب اللي قدامهم في مباريات ومباريات ومباريات لكن التكملة للهجوم مع صلاح ومصطفى ومرموش كانت قليلة ما بتحسهاش لغير في فترات متابعة في المرمى فدي النقطة السلبية لكن الإيجابيات كتيرة زي ما أنا قلت شخصية المنتخب المصري رجعت مستر كروش ما بقاش يعني إيه يغير يعني تغيير حط إيده خلاص حط إيده على 90% أو 5% صحيح وده طبيعي كابتن أسامة من أي مدرب جديد طبيعي بتقعد شوية لعبة شوية تحتار شوية وفي الأخير تستقر فده طبيعي ده حقيقة